مشاهدين دائما ما ترتبط فوائد الرياضة والنشاط البدني في إطار خسارة الوزن أو الحفاظ عليه كذلك ولكن تعد الرياضة من الأمور المهمة والمفيدة للجسم فبالإضافة إلى ما تقدمه من فوائد بدنية فإنها كذلك ذات مردود صحي على الكثير من المصابين بالأمراض حول هذا الموضوع مشاهدين يسعدنا استضافة المدرب والمحكم الدولي في الفنون القتالية والياقة البدنية الكابتن هيثم عبدالواحد الزرعوني أهلا وسهلا صباح الخير كابتن صباح النور يعطيك العافية كيف الحال الله يسلم كيف حارث الحمد لله بخير اليوم حلقتنا صحية من البداية خذنا تقرير عن المشروبات تزيد وتعزز النشاط في الجسم وإن شاء الله اليوم بنتكلم معنا اللياقة البدنية والتمارين والحركة دائما نسمعها كابتن الحركة بركة صادق فما هي البركة وما هي الفوائد التي تعود على الجسم من خلال الحركة وزيادة النشاط البدني نعم بسم الله الرحمن الرحيم البداية أرحب فيكم أرحب في المشاهدين فيما يخص الحركة أي نشاط بدني أو نشاط حركي يعتبر تمريم معين بالنسبة لأشخاص معينين الحركة من وإلى على سبيل المثال دائما نسمع يقول لك تركب الدرج أفضل منك تركب المصعد صحيح كثير من الأشياء نسمعها لكن من كثر ما نسمعها تقل أهميتها من أخذ مثال واقعي دائما نشوفه الأشخاص ممكن فيه شخص عمره في الخمسين يشتغل من الصبح للظهر ومن بعدها يجاب الشخلة الخاص مثلا من العصر للمسه وطول الوقت مشغول ما يمارس رياضة لكن مشغول وتلقينه في صحته صحيح لكن لما يوصل لمرحلة التقاعد توقف عندها الأمور التي كان مثلا دوام رسمي الصبح توقف عندها الأمور تلقينه يتعب لماذا؟ مبلغ أنه كان يمارس رياضة لأنه كان يمارس نشاط بدني معين الأمراض هذه ما كانت موجود التعب هذا ما كان موجود لكن صادف بكثرة الراحة مرات الراحة مضرة تؤدي إلى الركود بالضبط هذا الذي نحن نتجنبه يعني كثير من الأشخاص رامين سلوهم يقول لي أنا بعد تقع شو أسوي أقول للفترة هاي اللي كنت أنت تداوم فيها الصبح ثمان ساعات عشر ساعات ثانعشر ساعة عوضها بشياء ثانية اللي هي الرياضة ما بلازم تمارس الرياضة ثمان ساعات بمكانك تمارسها ساعتين وريح نفسك إذا كنت تتكلم عن الراحة إذا كنت تقوم ساعة أربع نحن بمكانك تقوم ساعة ستة أو أنك تأخذ قيلولة طويلة إن تنظيم وقت فقط ولكن الهدف زيادة لا توقف النشاط هذا صحيح كنت نشط لا توقف هذا الشيء نعم هذه الحركة تختلف باختلاف السن مثل ما ذكرت يعني صغار السن لهم مجهود وحدود معينة للرياضة طاقتهم طبعا أكبر الشباب متوسطين العمر كذلك وكبار السن بعد لم طاقة ولم حدود كذلك في الرياضة فالواحد ما يبدل فوق طاقته ولا أقل من طاقته يعني ما نقارن الصغار بالكبار أو الكبار بالصغار حدثنا عن هذه الفروقات الفروقات إذا تكلمنا عن مارسة الرياضة بمكانك تمارس الرياضة من عمر أربع سنوات حتى في ستين سنو ما فوق أربع سنوات الرياضة تختلف للشخص أو الطفل اللي عمره أربع سنوات ممكن الصباحة مناسبة ممكن الجنباز مناسبة من بعدها تدخل الأعمار اللي تكون من عشر إلى عشر سن بمكانك تدخل كرة القدم وغيرها لألعاب اللي تكون فيها تنافسية وحركة كبيرة فهم الطفل هذا يكون كبير مثل هذه الرياضات تتكلمنا عن المرحلة مثلا المراحقين وغيرها توجه بناء الأجسام مثلا توجه اليديدة هي نقل الكروسفيت هذه الرياضات تعتبر قوية الشدة لكن بناء على أعمارهم اللي هي 18 ونازل هذه الأعمار بمكانة تستحمل هذا النوع من التمارين الأوزان والسرعة وحتى اللياقة البدنية أن ترفع بسرعة إذا تكلمنا عن الأعمار الكبيرة تقلل أنت من التمارين من حدتها ولكن تختار تمارين معينة مثال المشي دائما مفيد جدا سواء المشي السريع أو المشي العادي والهرى أو كذلك التمارين اللي تقوي عندك العضلات يومنا عن موضوع أن مع تقدم في العمر عندك ضمور في العضلات يصير وأكبر عضلة عندنا نحن عضلة الرجل وهي من أهم العضلات اللي عندنا فإذا كنت أنت تمارس تمارين اللي يتقوي عندك هذه العضلة على سبيل المثال الشخص اللي يأدي تمرين القرفصة السكوات بالانجليزية هذا التمرين فيه نزول وفيه ارتفاع مع أوزان معينة هذا الشخص لما يأدي التمرين هذا من عمر الثلاثين حتى وصوله للخمسين عشرين سنوه يأدي التمرين هل بيواجه صعوبة يوم من اليوم يوم بيكبر أنه يقوم من على القنفة لا خلاص يعني المفاصلة تعودت والأوتار والعضلة تعودت هذه الأوزان فوق وزن جسمك فهو عندنا مشكلة جدا هنا كابتون يعني يقودنا هذا الموضوع لسؤال آخر أن هذه الرياضة والحركة والياقة البدنية تساعد في الوقاية من الأمراض وفي بعض الأحيان لا قدر الله حتى الشفاء والتعافي من بعض الأمراض كيف يكون ذلك يعني إذا تكلمنا عن الجانب هذا لا يوجد دكتور في العالم أو أغلب الدكاترة في العالم ما بتلقى بينهم شخص يقول لك لا تمارس الرياضة إلا في حالات صحية معينة ممكن إصابة ممكن مرض مزمن ولكن عالي الشدة هذا اللي بوقف ما عدا ذلك كل الدراسات يقول لك أن الرياضة مرتبطة شيء أساسي مع الحياة الصحية الرياضة ارتباطة مع الحياة الصحية يعتمد على الشخص نفسه إذا كان عنده مرض معين على سبيل المساخة نتكلم في ما يخص الضغط والسكري الضغط والسكري من الأمراض المنتشرة كثرة وأصحاب الأمراض هاي بعيد الشرع عنكم تواجه صعوبة في تأدية التمرين نعم الدراسات تقول أن خمسة أيام في الأسبوع تأدية التمرين اللي يكون قليل الشدة لهذه الفئة يكون مناسب المدة الزمنية عندك من نص ساعة في اليوم الواحد مناسبة إذا كان المستوى مثلا المستوى السكر المستوى الثاني أو الثالث هاي المستويات بمكانة توزع التمرين اللي هو نص ساعة في اليوم إلى ثلاث مرات عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق مثل الصبح عشر دقائق والعصر عشر دقائق والمساء عشر دقائق فعندك مثل هذا النوع من الأشياء اللي بمكانك تركز عليها عشان تمارس الرياضة وقتها صحيح يعني الرياضة مطلوبة ولكن بناءً على ما يعني فيه هناك مرونة بناءً على ما يناسب الشخص إذا لا قدر الله هناك أمراض أو بكامل صحته حتى على صعيد الصحة النفسية كابتن دائماً نسمع إذا تعب الجسم ارتاحت النفس لأن تفريغ من الطاقات تفريغ من التوتر والقلق وما إلى ذلك فيعني نتكلم عن الجانب النفسي كيف أن الرياضة تخلص الجسم من أن هذه الطاقة السلبية وتخلص الجسم تصفي الذهن وتساعد كذلك على مثل هذه الأمور يمكن من جائحة كورونا بعض الأمور التي ما زالت عالقة ساعدت يمكن الناس على نمط حياة نوع من الكسل بسبب الحجر الصحي في البيوت وما إلى ذلك انتهت الحمد لله الأزمة ولكن الناس ما زالوا مع هذه العادات التي أكيد لها تأثير سلبي على النفسية حتى والأداء والإنتاجية في اليوم حدثنا عن هذا الجانب الجانب النفسي أنا دائماً أربطه مع النتائج في نتائج شبه فورية من أداء أكل التمرين وهذه النتائج هي اللي تحمسك في الاستمرارية كذلك النتائج شبه فورية مثال إذا تكلمنا عن صعيد الوزن دخلت التمرين اليوم بعد أسبوع وزنك اختلف ممكن إذا كنت اعتمد على الميزان القديم المتعارف عليه الذي توقف عليه وفيه نفس العامية القيج المؤشر هذا هذا ممكن ما يعطيك التفاصيل هذه لكن مع تطور الحاصل حالياً في ميزان يعتبر ذكي هذا هذا يفصل لك الأمور كلها نسبة الدهون في الجسم عندك نسبة الماء في الجسم عندك الكتلة العضلية لدرجة أنه وصل يعطيك العمر الافتراضي بناء على جسمك يعني توقف إذا عمرك أنت عشرين وتوقف على الميزان بناء على جسم الدهون والعضرات والماء في الجسم يقولك لا أنت عمرك ما بعشرين الافتراضي خمس ثلاثين هذا يصدم لبعض الأشخاص يعني يصدمون لما يشوفون أنه مثلاً شاب في العشرين لما يشوف تفاصيل الميزان يعطي عمرك مثلاً هذا في الستين لكن الصدمة تخليها دافع لك أنت تعطيك دافع المؤشر هذا هذا النوع من الميزان يعطيك مؤشر شبه يومي إذا كنت تدقق عليه بشبه يومي فتشوف الفروقات هذا تكلمنا عن الوزن فقط تكلمنا عن التمرين نفس ممكن التكرارات تفرقوا المرة هذه لعبت تمرين الضغط أو البوشب خمس تكرارات فهذا تطور لك بالإضافة إلى أن النفسية تلعب دور لما تشوف نتائج إيجابية وهذه النتائج التي تحصل كابتن ما إن شاء الله مثل هذه الأمور لو يفكر فيها الشخص هذا الجسم نعمة من الله أعطينا جسم سليم وصحة وجسم متكامل نحافظ عليه لأن هذا هو الذي يستم يعني لا يوجد بديل مثلاً مثل أمور تستبدل بأمور أخرى إذا في حال خسرناها أو إن أصابها بعض التلف أو ما إلى ذلك لكن جسم الإنسان هو اللي يتموها إن شاء الله عقب عمراً طويل إلى المموات لذلك لازم نحافظ على هذه النعمة هل هناك وقت محدد يحبذ في ممارسة الرياضة إذا تكلمنا عن الوقت المحدد أو الوقت الأفضل والأنسب نقول فيه أول الصباح لكن ما بكل الأشخاص بمكانة مرأة من أول الصبح مع ضغوطات العمل حالياً والأشغال والأمور مثلاً شخص يدوم دوام رسمي مدة ثمان ساعات تسع ساعات من بعدها عنده عمال خاصة مطمئنك تلزم أنت في وقت معين تقول لأول الصبح لازم تتمرن لماذا اخترنا أول الصبح كبير؟ أول الصبح لأن هذه الطاقة أنت تحتاجها الدورة الدموية تحتاج هذا النوع من التمارين تحتاج الطاقة لكي تبدأ يومك بشكل صحي تشغيل الجسم يعني بضبط تشغل الجسم مثل ونشغل أي مكينة في البداية بضبط تسخن مثل ويقولون هاي من الأشياء لهذا السبب عندنا النوادي الحالية يطلعون تصاريح يقول لك أفتح أنا 24 ساعة نادي صحي يفتح 24 ساعة في كثير من الأشخاص دوامهم نظام النوبات فينزل من الدوام وقت مختلف عنك أنت في أشخاص يقول لك أنا تمرن من بعد الدوام وغيره ممكن دوام متأخر فكثير من الأمور تسهلت عندنا مع أنه في صعوبة أنك تمارس الرياضة فيها نعم لكن حتى في أول الصباح يقال أن هناك الأوزون يكون متوفر أكثر في الهواء فيساعد على تجديد الخلايا وشعور بالنشاط والانطلاق صحيح ما هو الأفضل؟ نشوف حين الصالات الرياضية هذه المغلقة التي وفرت لكن الممارسة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أفضل من الصالات المغلقة ولماذا إذا كان في الهواء الطلق ولماذا إذا كان في الصالات؟ أنا أعطيت مثال على الأشخاص التي أدربهم في فترة من الزمن كنا نتدرب في المناطق الخارجية بكثرة كنا نجهز لبطولات في نون القتال وأنا منهم مع المدربين كنا نتدرب على البحر في الصيف وفي الحر والرطوبة ونتدرب على البحر لتجهيز لبطولة معينة خذنا للشباب إلى نادي مسكر ومكيف ومدة ثلاثة أيام عقب ثلاثة أيام خذنا الفيدباك التغذية الراجعة منهم ما رأيكم في التمرين؟ قال لا لازم نرجع براء ليش؟ أنت يا أخي راحة عندك هنا بس الأنرجي الموجودة براء غير الطاقة الموجودة براء التعب هذا تستفيد منه صحيح جهاز وعينه على الوقت كم بيطوف يحس أن الوقت نوعا ما يكون طويل الاستمتاع بالمناطق والماكن المفتوحة بالتأكيد أجمل ويعدي الوقت وهو دائما نسمع أن الأوقات الجميلة تمر بسرعة فنطبق هذه المقولة على التمارين الرياضية في نهاية لقاءنا كابتن نصائح توجهها للسادة المشاهدين أمور عملية أكثر يستطيعون أن تكون نقطة بداية للانطلاق في الطريق الصحي التمرين أو الرياضة تحتاج أن تخليها شيء أساسي وليس ثانوي ممكن من أساسيات الحياة السعي للمال لكن من الصعب أنك تسعى للمال وتدفع على صحتك في النهاية فبإمكانك تخليه شيء أساسي شو اللي يخلي التمرين شيء معين تأديه بشكل يومي التمرين بنظام المجموعات التمرين أنك تخليه بشكل أساسي بالإضافة إلى أن الشجع نفسك وشجع أفراد عائلتك على التمرين التمرين الجماعية جميلة ممكن يكون روتين معين أنت صعب عليك أن تتمرن في وقت معين وتخلي أهلك وجمعاتك البيت روحهم بمكانك تأدي التمرين معهم صحيح فهني خلاص خذت الوقت هذا أنك تكونوا يهم هاي من الأمور الأساسية إذا تكلمنا عن الجانب المجتمعي ممكن قبل سنة أو سنتين كانت في مبادرة حتى طبقت على جهة حكومية ألا وهي ساعة قراءة أثناء الدوام الرسمي عندك ساعة كموظف تقرأ فيها تصير المكتبات تقرأ أو عندك كتاب تقرأ أنا أقترح أن تكون في ساعة رياضة صحيح إنهال جهات كذلك أو حتى نص ساعة نص ساعة تكون صعبة لأن تحتاج بعد التمرين ممكن تبدل تسباح وغيره الساعة تكون كافية خمسة أربع دقيقة تمرين ربع ساعة تجهز نفسك تكون في المكتب مرة ثانية النوادي تجهيزة سهل بمكانك تبني النادي في مقر العمل نفسه وما يأخذ مساحة معينة وتنظيم معين ممكن ما يكون في أول الصباح ممكن ما يكون نهاية الدوام ممكن يكون في الفترة اللي ما يكون فيها ضغط عمل معين بهالطريقة أنت بتوفر موظف صحي يأدي أكثر إيجابية أكثر وفر لمدة كذلك ودائما يكون لما يكون الشخص عنده هدف يسعاله بيوصل إن شاء الله في النهاية سعدنا بالحديث معك اليوم كابتن شكراً حضورك ومشاركتك كل الشكر وتقدير أستاذ هيتام عبدالواحد الزرعوني مدرب ومحكم دولي في فنون القتال واللياقة البدنية شكراً جزيلاً